كتشوف المنتخبين عموماً يعني مهيماً عليهم مش موقعين على نفسهم وعلى اليومي وعلى الأدوار اليومية باقي عندهم منطق دائرة ما ولاش عندهم منطق مدبير لمدينة البيئة القانونية والتشريعية ضعيفة القدرات ديال الجمعيات الوعي ديال الجمعيات الكوين ديال الجمعيات والتأهيل دياله مازال ضعيفة واخسناً بدلوا فيهم جو إن الجمعيات خستت تكون مستقلة عن الأحزاب ماشي عن السياسة عن الأحزاب موضوعنا اليوم مستمعي الكرام سيكون حول دور المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي ولمناقشة الموضوع مستمعينا يحضر معنا الأستاذ عبدالعلي مستور منصق برنامج منتدى الموطنة أستاذ عبدالعلي مرحباً بك وشكراً لك على تربية دعوة البرنامج أهل المستهلمين بك أنا اللي كانت شكر راديو قدوس سواء القناة التلفزيونية أو الإذاعة وتحياتي للمستمعات والمستمعي الكرام والمشاهدات والمشاهدين الكرام أنا اللي ممنون لكم على الاستاذاة وعلى الاهتمام ديالكم بالمجتمع المدني وبعرقته في شأن العالم وبطعب يتحل المجتمع المدني كنعرف الأدوار ديره كبيرة داخل تدبير الشأن المحلي اليوم إحنا غالي نعرفه بعلاً وش هي مفعالة ولا غير مفعالة هذه الأدوار لأن اليوم كانت تكلموا على يعني نبند من بنود الدستور ديالالفين وداش ليكي حتى على الديموقراطية التشاربية بداية يوم أستاذ نسمع المجتمع المدني المجتمع المدني جميات المجتمع هو مفهوم وكانت تكلموا على المجتمع المدني كيف هو؟ بشكل عام بشكل عام من المجتمع المدني نقصد به واحد الأدوار واحد المؤسسات اللي هي ما هي مؤسسات حكومية ما هي مؤسسات القطع الخاص لأن بشكل عام لاش نوما المؤسسات اللي كين فعين بلاد كين مؤسسات ديال الدولة بشكل عام الحكومة والبرلمان وجميع المؤسسات كلها يعني الأمنية والتعليمية وعدنا القطع الخاص يعني الشركات والمقاولات والمهنيين وعدنا مؤسسات تالتة هي متابعش للحكومة ومش ويقول أنها لا تتبع الحكومة هي هي التي تدبر مباشرة من الشأ العام هي السلطة العمومية وهي ربحية وهي الغية هي الرمح هذه مؤسسة المجتمع المدني هي مؤسسة مجتمعية معنية بالشأ العام والقضايا العمومية ولكنها ليست هي المسؤولة مؤسسة سينا عليه وأهدافها ليست ربحية لأن المقاولة ممكن تتم بالشأ العام وهذا هو الدور وهنا المجتمع المدني يشمل مختلف في هذه المؤسسة الواسيطة لما يقولون ما بين المجتمع وما بين الدولة وما بين القطاع الخاص أو ما يسمى بالقطاع الثالث كما يسمى قطاع الثالث وبالتالي هنا نرى فيها الأحزاب والنقابات والجمعيات والهيئات الميانية كل التنظيمات المجتمعية غير الحكومية وغير الربحية هي داخلة في المجتمع المدني بشكل عام مدات توصية بشكل عام في المغرب المجتمع المدني الآن خاصة أمور 2011 ولينا نقصده بأساساً للجمعيات تمييزاً لهم عن الأحزاب وعو النقابات أما في الأصل المجتمع المدني الشامل لمختلف هذه الأدوار و هذه المؤسسات و هذه المنبيات نعم أستاذ اليوم كيفما قلت يعني من كانت�리 عن المجتمع المدني كانت�리 عن المجتمع المدني ما كانت symmetry عن الجمعيات ما كانت�리 ما كانت�리 لأصل بل تлект получится منظم أن المجتمع المدني يلعب diet san في المشاركة السياسية يبغي نعرفه معك وش دي المجتمع المدني أولى الجمعيات ما تكونش عدم تأثير على المستوى السياسي لابد الآن غير نعرف على السعيد الوطني في المغرب وبالضبط جاءت ضربة دستات بسيطة خاصة في المغرب تقدير ديالي أنا بالزاف ديال المفاهيم كالدول ماشي بيدقة لأن أولى أولى كيوقع واحد تداخل لأنه هنا أنا في الرأي يمكننا تكلمه على علاقة الجمعيات بالأحزاب يمكننا تكلمه علاقة الجمعيات بالسياسة لأن السياسة هي تدبير شأن العام وهو الشأن العام وهو السياسة هي قيم وقواعد وقوانين ومؤسسات تدبير شأن العام هذه السياسة لأن السياسة الصحية والتعليمية والتقاثية والأمنية والديمية أي كل ما يتعلق بالشأن المشترك لأنه كان مجال مشترك عام ديالنا كاملين البشرية بتكرت لي قيام وقواعد وقوانين ومؤسسات وقاليات و هو السياسة و هي تهم الجميع الذي يقدم كل جامع السياسة لانوا يعلم لان ما هو المجال لو كان تغادر م据 stoppingه و touحقوقه هو المجال العام المجال العام كان لكم يعplic الصراع وهذا استمpreadه مثل الآخر حكومة عندها أدوار مؤسسات العمومية عندها أدوار الجماعات عندها أدوار المجالية الدستورية القضاء عندهم أدوار الأحزاب عندها انها نقيقات للجامعية عندها أنها وأدوار المواطنين عندهم أدوار المقاولة عندها أدوار رتايا قد كنا معنين بالسياسة وقصنين تكلموا فيها وقصنين حسب الأدوار ديالنا والخصصات ديالنا فقط لهذا اليوم الجمعيات حتى دستوريا لأننا لم يعني الفصل 12 أن الجمعيات تشاركوا لدى السلطات العمومية والمجالس المنتخبة في إعداد قرارات وسياسة هي السياسة العمومية هي تشارك في السياسة بالعكس الدستور الوظيفة الوحيدة التي يدو عليها بشكل مباشر كدور ديال الجمعيات هو المشاركة في السياسة العمومية عبطبية الحال بأدوار الجمعية اللي مش هي والدور للحزب والدور للنقابة هذا هو اللي يجب أن يتضبط اه كنا مسألة أخرى أن الجمعيات يجب أن تكون مستقلة عن الأحزاب وليس عن السياسة عن الأحزاب لأن الجمعية ماشية الحزب هذا موضوع ممكن تنقشفها هذا المثال يا أسد يوم ستتكلموا عن الجمعية شنية الجمعية والحزب ستفرقوا فيه ولكين يوم بمذكر سنائل الديمقاطية تشارك على المستوى الدستور يعني في السياسة العمومية ثم نعرفوا اليوم هاد المشاركة واش مفعالة واش عدنة على الواقع واش كتلمسوها بالأخص انتوما أستد عبدالعليم الدستور يعني انت فاعل جمعوي ايضا انت منسيق برنامج منسودة المواطنة قريب من الجمعيات قريب من الشأن المحل دي واش الأمر هاد مفاعلة واش ديومة عندنا الجمعيات لليون تشارك بقوة في المحلي على صعيدها ضربة السلح والضبط مدينة ضربية لا لأسف ان المشاركة ضعيفة وغن نقول علش اولا هسنا نعتبره شنية الاهمية ديال الجمعيات وديال المجتمع المدينة نقوه في الجمعيات هول جمعيات هي التنظيمات ديال التفعيل المسؤولية المسؤولية المجتمعية والمشاركة المجتمعية لأنه لا يمكن أن يوجد جميع المؤسسات تلك اليوم لا يمكن أن توجدها ولا أن تنجحها بدون مجتمع معبأ معها ويشاركها بل هي الشرعية التي ليست نهية هي أنها تعبأ المجتمع وتمكنه من المشاركة لأنها لماذا هي العامة؟ الرفع من الإنتاج السياسي والتقافي والاقتصادي والاجتماعي والرياضي لكي يكون الإنتاج؟ لأن المجتمع يكون معبأ محفز ويكون يشارك الجمعيات هي إحدى التنظيمات والآليات التي تعبّع المسؤولية والمجتمع على السألعاب والمشاركة في السألعاب لذلك تكون الجمعيات ضعيفة معنى المشاركة المجتمعية ضعيفة والتعبئة المجتمعية ضعيفة وهذا يعني العوتاني التعبئة والمشاركة للمجتمع هي المؤشر الأساسي للمتزام الوطني لذلك تكون التعبئة المجتمعية والمشاركة المجتمعية ضعيفة يعني بأن الوطن ضعيفة والتزام بالوطن ضعيفة يعني بأن الوطنية ضعيفة بأن المواطنة ضعيفة هذا ليس مؤشر واحد هذا ما بغيت نقول بأنه لا يمكنك تكون مواطن ووطنية تكون تدير العمل جمع ولا أنا كنقول من المؤشرات من المؤشرات تختار العمل جمع لا فاليادة الرجع من هنا الديمقراطية التشاركية هي التنظيم التقنية والتنظيم والهيكالة والمأساسة ديال المسؤولية والمشاركة المجتمعية في السياسة العمومية والقرارات العمومية ديالديمقراطية التشاركة والعادة هي مكملة هي جزء من الديمقراطية التمتيرية بعكس ما يقال لأنه كن في الأصل كن مواطن كنعطاه الحق والواجيب والحرية والمسؤولية أنه يترشع أنه يشارك الانتخابات أي أنه هو هو الذي يفعل الديمقراطية التمتيرية يكون مرشح هو نفس المواطن هو الذي نعطيه الحق والواجيب أنه يكون في الديمقراطية التشاركة نحن في نفس المسلسال نفس العمل هذه هي أدوار في مرحلة أولى سكس تترشح وتصوت على الناق على البراميج والذي ستدبره في مرحلة ثانية التي نكمله لتنجح لمنتخب هؤلاء الإخوان والأخوات الذين لا تنجحوا أو لا تنجحوا ما زال عندهم أدوار أخرى هو خصوم يواكبه الشأ العام الذي صوتنا على رغي يواكبه من الموقع المدبر جيد إما في الحكومة إما في الجامعة الترابية إما في البرلمان الإخوة الآخرين يخصوم يواكبه من خلال آليات الديمقراطية التشاركة في المغرب ما في السرف الحقيقة ضعف اتفعيل الديمقراطية التشاركية في المغرب هو إذهب الديمقراطية التشاركية في المغرب كم يتنجحوا الأدوار هناك تشريعات قليلة ما كنت لدينا بيئة الشريعية والقانونية والمشاركة المواطنة والمدنية ما زال ما فعلناش لآليات المؤسساتية والتنظيمية ما زال ما كناش هيكل واجهيزة لا عند القطاعات الحكومية ولا عند الجماعات التوربية وأما في الضار بيضاء مشكلتنا مضاعفة مضاعفة أولا هذا لا يمنع بأنه كين وحد عداد ديل التجاري في الغريب وديل النماذج وديل المجهودات وأنه كين وحد المجهود كبير كين تتبدل هنا و هنا كين غير كافي ومحدود وجزئي وغالبا راهين بالإرادة ديل الأشخاص وبنعوية الأشخاص يلي في الموقع المسؤولية في القطاعات الحكومية أو من دوبيات وزارية أو مجالة منطقة أو الجمعيات ما زال ما ولاش كما ينص الدستور أن هذه قاعدة عامة اسم الأسس الدستورية للمغرب وأنها شرط من شروط بناء القرار لو بواحد الحلقة غابت بتحلل الديمقراطية التشاركية يليش يليك تقرر ولكن هي حلقة مسلسال إعداد القرار هذه الحلقة نعتبر مشاركة فعلية في إعداد تمام في المسلسال المسلسال أما القرار ركن بني وركن ندرولي واحد المسلسال يشاركو فيه هذا الداربيضة واضح جدا أول حاجة نتكلم علي أغلبية بعد من مجلس مدينة الداربيضة ومجلس جهة الداربيضة وأغلبية مجلس المقاطعات من فعليش المقتضى اللي كان في القانون التنظيمي دي الجماعات الترابية اللي يجي الجماعات على إقامة آلية تشاركية للحوار والتشاور تمكن المواطنات والمواطنين والجمعيات من المشاركة في إعدادي وتنفيدي وتقييمي برنامج عمل الجماعة لا تستطيع الهيئة التشاورية لا المساواة لا لديهم مقتضى قانون والأول يبدأ المشرع والأول في القانون الجماعات المحلية القانون المجالس الإقليمية والقانون المجالس الجهة ثلاثة لديهم تلزمهم لأنهم يطلبوا آلية أي آلية تنظيمية مؤسساتية إدارية تشاركية للحوار والتشاور هذه الوظيفة مع المواطنين والجمعيات لماذا؟ لكي يشاركوا في إعداد في التخطيات في إعداد برنامج عمل وفي تنفيذه أي متابعة وفي تقييمي هذا الضرب هذا لا يوجد مجالس الجماعات هذا لا يوجد مجالس المقاطعة جلها لا يوجد مجالس الجهة ومجالس الجهة لا يوجد مجالس الجهة اه يتذكرونه في القوانين التنظيمية أحيانا أو يدرون فيه الخلط ما يفعله؟ يجبوننا الهيئة التشاورية ويعتبرونها هي الآلية للتواصل على المجتمع المدني وشارك لا هذا مخارف القانون القانون الركيب كيف يفرز فإذا هذا بدوينا بشكل واضح مادي سأذهب معك بعد سلطات العمومية رأيتها ملزمة في ديمقراطية التشاركة رأيها المنتقبة تعمل الحال من الأخطاء الشائعة هو لا الدستور يلزم السلطات العمومية والمجالس المنتقبة هذا الفصل 12 الفصل 13 يدعون على السلطة العمومية بوحدة ما يدعون مع المجالس المنتقبة أن تحدي تهيئات للتشاور مع الفائلين الاجتماعيين بقانون كيف يكون هذه السلطات العمومية هي الغير المنتخبة أي الإخوان دينا في الآمالة وفي الولاية والمندوبيات الوزرية كلهم ملزمين هذو كلهم ما نفعلين آه بشكل عام باش نكونوا موضوعيين و باش نكونوا كنتمنوا من لا يتم من لا يغير آه بشكل عام في المغريب كي يتقدم النفتاح والتشاور والتفاعل مع الفائلين الاجتماعيين صحيح ولكن دعنا ندعو على مرحلة ديال البناء البيئة القانونية والتنظيمية والمؤسساتية باش تولاد الحلقة تابتا هي حلقة ديالاش ديال المسؤولية والمشاركة المجتمعية ديال تعبئة المجتمع ديال الإدماج للمجتمع ففي شكل عام لهذه المسألة كما قلت لهذه المؤسسات كلهم ركيح نوضعي بل بالعكس التواصل ديال المسؤولين ديال الضربية مع المجتمع المدني الضعي يتلقوا معنا في تنوي المشاريع يتلقوا معنا في حاجة وعند حاجة وحيدة اللي كنشوفوها من مجلس منتخب حيانا نتمن من دوبيا ويزرية وقدرنا واحد إعلان كتطلب مننا نقدموا مشاريع باش تنوي هذا هو المهيمين ما نقول شوالي لا باش تنجري خلي هذا مزيان هنا هذا سيدي مزيان نحن في الجمعيات كنا نعتبرهم مزيان وهما كي يعتبرهم مزيان باش ما نقلقتها واحد ولكن هذا هو الدستور ما فيش صوت عناف تمويل المشاريع رأى أصلا الشأن العام المحلي والديمقراطية هؤلاء مواطنين يشاركوا المسلسل الكامل أبطع بتحل بأدوار موحدة كذا إطار قواعد وإجراءات مضبوطة وكذا لا هذا ما تنشي ما تنتشي جماعة في الضربية أو أغلبية أغلبية الجماعة في الضربية مجلس مقاطعات ومجلس مدينة ومجلس مدينة ومجلس مقاطعات ومجلس مقاطعات لا تتوفر على بنيات استقبال الجمعيات والتواصل اليومي معها أنا كجمعوي أنا كجمعوي أسمح لي خطوة أريد أن أغداء لا أريد أن نتلقى مع المنتخب في الكولوار لا نزعجل لماذا لدي الحق أنا في رئيلا سلوتي إذا سلوك غير لايق بي كجمعوي تلاقي جمعوي منتخب في كولوار أو في التدشير أو في الندوة أو في اللقاء نسألوا إذا أريد أن ندخل المجلس مدينة الضربية وللقى واحد المكتب خاص بالتواصل مع المجتمع المدني لكي نمشي نضع عنده مرسالة شيكاية طلب تشاور مقترح نضع عندي ويكون يتواصل معي يجوبني نأخذ منه المعلومة لا في مجلس مدينة الضربية ولا في مجلس جهة الضربية ولا في جل مجلس المقاطعة ولا مجلس العملة لا لا سيد عبدالعلي السور سنكمل أغلبية الجمعيات المحلية بالضربية للأسف الشديد لا يعتبرون الدور في السياسة العمومية وفي البرامج التنموية ودور كقوة اقتراحية وكقوة الترافع وكقوة التشاور واجتهاد هذا الدور للأسف الأغلبية للجمعيات لا يعتبرون لديه الأولوية أغلبية للجمعيات مشغولين بالدعم والتمويل الأنشطة والمشاريع لكي نعطيه تصور واضح من وجهات نظري كفائل الجمعوي ربما السؤال سوف نطرح لك جوابتي ولكن نحاول أن نستخدم برنامج منتدر المواطع اليوم المجتمع المدني على مستوى نأخذ اليوم كمثال جماعة الضار البيضاء اليوم لا يشارك فعال وإخاذ القرارات وما إلى ذلك والأخذ بالحلول والمقترحات فاليوم بغير نعرف ما هو السبب ما هو السبب أننا لدينا مجتمع مدني ضعيف أو مجتمع مدني يقلب على المحابة للمنتخبين لكي يستفدوا من الدعم وما إلى ذلك ما هو السياسي اليوم الذي يريد أن يفرد باتخاذ القرارات بوحده لا يريد شرك شيء واحد ما هو المجتمع مدني والسياسي لا يفهم الدستور مزيان في نظركم ما هو السبب لا في رأي العوامل التي قلت لها لا بد نزيد نذكر واحد النقطة مع العلم أنه لن نكون موضوعي لن نكون نتمن المدير الجماعات الترابية لدى وزارة الداخلية لدينا مجهود نوعي كقوة دي المواكبة ودي الاقتراح ودي الاجتهاد في أولا لا دعوة ولا تحفيز المجالس المنتخبة أنهم يفعلوا الديمقراطية التشاركية والجمعيات وإنتاج المرجعيات والأدبيات المديرية الجماعات الترابية أنتجت عددا مهما من المرجعيات ومن الأطور المرجعية دي التفعيل الديمقراطية التشاركية ودي المشاركة دي الجمعيات للأسف الشديد للمنتخبين واش قارينة اول الله واش قراوها واش حرصوا يفعلوها ونفسي أغلبية دي الجمعيات ما تطالعوش عليها ولا تطالعوا عليها را ما فعلوش ارجع ارجع إذن الاسباب هي متعددة أو لا هو أحد المؤشرات ديال ديال نواقس ديال ديال النظام الديمقراطي ديالنوادي لماذا المنظمة الديمقراطية لأنه لم يكن واحد القناعة كاملة واحد الوعي كامل واحد تفعيل كامل لمشاركة والدور الواضيفي مع المشاركة لم يجب أن المشاركة تكفي المشاركة لاتبعها polliskونةag هي فكرة المشكلة كبيرة وشكلمة اعضل المردودية المردودية السياسة العمومية المردودية الاقتصاد لأن المشاركة المجاركة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الرياضية لأنه العموماً الناس يخدمون بالمينما دياله إما ما معبائنش إما ما محفزينش إما ما كنش الأليات ديال التنضيم و ديال الحكامة ما كنتمكنش من رفع من المشاركة لنا خارج لمشاركة وربما ما عارفنش الأدوار ديالهم أو ما عارفنش الأدوار ديالهم لأسباب متعددة عيوة المشكلة ليس فقط ثقافي إذن في الداربدة ثقافة المنتخب في الداربدة هو أولاً التمركز على نفسه المهمين ما كان قصدت في الداربدة كان هناك تجارب كثيرة و نمديج كثيرة جيدة من المنتخبات و منتخابين المنفتحين و متفاعلين و واعيين بالأهمية ديال التفاعل ديالهم مع المجتمع و مع الجمعيات و التعبئة ديالهم من المشاركة ناد نمديج و لكن نمديج محدودة كنا في المقاطعات كنا في مجلس المدينة كنا في مجلس الجهة كنا في مجلس العملاء ولكن محدودة بحيث لا تمعروفة و لتنجوم و لتنجوم و لتنجوم كان هناك مهمين أنا والسائد للسائد أنه عموماً المنتخب متمركز على راشو و لأدوار دياله اليومية و ما بغيش يخرج من منطق الدائرة ما زال بالنسبة لي هو مرشح ديال الدائرة مش مرشح ترابي ديال الضربدة ما يسمى بين حسين و واحدة المدينة ما يسمى بأن الضربدة عنده مجلس واحد أغلبية المنتخبين ما زال في التعقافة ديالنه و منتخب ديال الدائرة ما عنده منطق دائرة ما شيره كأره مدبير جماعي ديال الضربدة و يخدم على الضربدة المسألة الأخرى أغلبية هم ما عنده مش الوعي بأنه الشرعية اللولة و الفعالية اللولة و اللي في كاسية اللولة ديال المدبير الانتخابي الديمقراطي هو أنه في ديغاته و يجمع و قدرته إلى تعبئة الفائلين في الضربدة كل ما شير الجمعوي الاقتصاديين والإعلاميين والثقافيين الأغلبية ديال المنتخب ما بدخلش كمؤشير في النجاح في السرعيية ديالتو و يقوّ الشرعيية ديالتو و يقوّل مرضودية ديالتو سيكون عنده هذه القدرة ديال التواصل مع مختلف الفائلين في الضربدة وال请بتنا والقدرة على تعبئتهم والقدرة على عشراكم الأغلبية و ليس بشأن المجتمع المدني المجالس كلها الان يتعاقب highlight- vedii كنتواصل مع السلطة وكAttواصل مع الاقتصاديين وكانتواصل مع الناس الياجهين من الخارج هو التواصل الكبير ضعيف مع المهنيين أطباء مهندسي- نجارة بال。」 ضعيف مع الفعاليه التقاذي و التفنيّة الإعلامية الفعاليه الإجتماعية مع فعاليه المجتمع المدني التواصلي contextual ضعيف مع الفعاليه الجامعية هذا لا يمنع تجارب هنا و هنا ولكن محدودة و معزولة إذا أردت فالبنية العامة التقافة العامة البروفيل المنتخب في الدرب هو البروفيل أصلا يعني لا يعتبر بأن الدور الوجود مبني على المشاركة للمواطنين والمواطنين وأن الفعالية سوف يمكنك إشراك للمواطنين هذا ما يمكنك أن ترى المنتخبين عموما يعني مهيما عليهم أنت موقعين على نفسهم وعلى اليومي وعلى الأدوار اليومية وباقي عندهم منطق دائرة ما أوليش عندهم منطق مدبر لمدينة ومدبر يعني مجال اجتماعي ترابي في فاعلين كتار الشرعية ديالته والفعالية ديالته والنجاة ديالته هنا بقدرة التواصل مع هذين الفاعلين وبتبتحل بتنظيم التواصل ويكون منذب نفس الوقت مازال أغلبية الفاعلين والقوى النافذة في الدربدة والدربدة فاقة ونافذة من المستوى المركزي ومن المستوى الوطن فيها شركات كبرى اقتصادية ومالية الفاعلين في الدربدة ما زالك يعتبر أنفسهم مكبر من أجهزة الحكامة ومن اللي يدبروا الدربدة سواء كانت ولاية ولا عمالة ولا جماعة ما زالك يتفاوضوا على الحقوق ديالهم وعلى المصالح ديالهم في الرباط أو في هوا ميش خارجة للمؤسسات هذا يعني هو مضعف المشاركة أنه القوى المؤطرة والمهيكلة لمجال الترابي الاجتماعي التقع في الاقتصادية في الدربدة كتعتبر نفسها هي كبار من المؤسسات ومن الفاعلين المددين هذا هو وما زال عود الطلب المجتمعي على المشاركة وطلب الجمعية على المشاركتها هو ضعيف للأسف وهذا هو الذي يفصل على شراء الدربدة بقدر المجهود الكبير الذي نحاول نبدو فيها المردودية بحدودة وعدم الريداش يامل من جلالة المالك للمواطنين لكل متفق لأنه ما راديش على المردودية دي البدار لماذا المردودية قليلة لأن المشاركة قليلة لأن تعبئة القدرات الاجتماعية والدكاء الاجتماعي والطاقة الاجتماعية والمشاركة المجتمعية ضعيفة في الدربدة سعد علي من السور منصي خبرنا مجموعة الدربدة اليوم اللي كانت تكلموا على الأدوار دي المجتمع المدني داخل يعني جماعة الدربدة واللي هي ما غاليش نقوله محدودة وغالي نقدرون نقوله كيف ما ما جافس يأخذ الكلام دي للكم بأن ما كيتمش إشراك المجتمع المدني الآن كيف ما قلت هنا بأن الفاعل السياسي الآن هو متقوقع على راسه وسرد على راسه المجتمع المدني ما كي يعني ما كيشتغل معه ما كيعتبره شقع وشك اليوم كنشوفوا بأن أغلب رؤساء أعتبروا بأن العمل الجماعوي على مستوى مدينة الضربدة هو آلية فقط باش أنهم يتقلدوا مناصب سياسية مستقبلا ولا ما هو واقع لا أولا نريد أن أرجعه باش منعموش أنه كينير رؤساء المقاطعة ل احنا نتكلم على تجربة لا لا دابعنا باش من نبانوش بأن في الأصل بغنوه شجي لا موضوعيا يعني بشكل مستمر في الولاية السابقة وهذه الولاية بالخصوص منذ انتخابة 2021 لا كينير رؤساء مقاطعات اللي فعلا طوروا من وطيرة ومن محطات وأحيانا تم أدوات ووسائل تواصل ديالهم مع المجتمع وتعبئة لمشاركة المجتمعية كينير في كتر من المقاطعة ما كينير شف مقاطعة كتر من مقاطعة ما نسميش لا نزيد المساء لكنين منتخابين على مستوى مجلس مدينة الضربدة اللي موضوعيا ديرين مجهود نوعي وحرص انهم يتواصلوا مع المجتمع مع الجمعيات مع الإعلام كينير منتخابين احنا كندوي على العمل المؤسساتي دابع دابع كندوي المؤسسة ككل أشكا كما عودتني الوثيرة ديال 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 التطوير وتنظيم تواصل الجمعيات مع المجلس المنتخبة لك يتطور واحنا العداد ديال الجمعويين وفعالية الجمعوية الآن لك يتطوروا من العلاقة والتواصل ويتطوروا تمام الأدوات دياله من مجال التعاون لكي يمشون لمجالة ديال العام وديال التشاور وديال قيم تطور ولكن نعود كندوي بشكل عام على اسمه توقرات إذن هذا المسألة كما قلت راه واضحة هي هنا لاش أول حاجة بعدها بغيت نبيع راه ماكنش القانون من غير الجماعة التورابية اللي عندها قانون ديالها وما كتفعلوش راه قانون التشاور العمومي ماكنش قانون الجمعيات بقي ماكنش راه أصلا بعدها أكبر مشكلة لدينا في ديمقراطية التشاركية حنا هي كجمعيات هو لحد الآن ما زال الحكومة رافدة للحكومات اللي فات وجوج للحكومات بعد الدستور وهذه الحكومة التالتة ما زال كيبان ما عنده هاش استعداد تخرج القانون أولا ديالجمعيات اللي كينضم الحقوق والواجبات والحرية والمسؤولية والأدوار والمشاركة ديالجمعيات والشاركة ما بين السلطة العمومية والمنتخبين وكينضم تنشغل الكبير ديالناس الحكومة والنزاهة والشفافية والتمويل ديالجمعيات ماكنش ماكنش قانون ديالتشاور هو تنظيم ما زال ما عندناش قالنا السيد الوزير اللي علاقة مع البرلمان اللي اللي مسؤولية عنده مباشرة في في تمكين تشريعي والمؤسسات ديال أدوار وقدرات الجمعيات ديال مسؤولية ديالتو المباشرة اللي مكتوبة عنده في المرسوم وعدنا انه غير خرج التشاور العمومي لحد الان الان ماكنش التشاور مجال ديال العمل التطوعي ما كيمكنش نحول ولي المؤشر ديال ديال قوة سياسة العمومية ووش كتتمكن الجمعيات يشغلو لما غير يشغلوش مع العلم ان الجمعيات ما غير يقدروا يشغلو في العموم ديال ومايمكنش يقول مؤشر ديال فعاليات ونجاعة الجمعيات ووش كتتخدم ولم كتخدم الجمعية هي واحد البنية مجتمعية ديال المسؤولية والمشاركة المجتمعية التطوعية يخرج قانون الجمعيات ويخرج قانون التشاور العمومي وخس الجماعات فإذا راه البيئة القانونية والتشريعية ضعيفة القدرات ديال الجمعيات الوعي ديال الجمعيات التكوين ديال الجمعيات والتأهيل مازال ضعيف توقس نبدلو فيه نعم اليوم اللي كانت تكلم عن الديمقراطية التشاركية على مستوى تدبير الشأن المحلي وكيف نصري في 2015 يمكن العرف اليوم لنشوف هذه الألية مفعلة ماذا الإكرهات التي نعيش الآن في الواقع التي يجب نتخلص منها بشكل كلي لنشوف اليوم لجمعية المجتمع المدني للمواطنين والمواطنين اليوم موحد الشرك حقيقي تدبير الشأن المحلي كيف يمكن تدبير الثقافة التنازع الأدوار مركزيا ومحليا هو أن الأدوار تنازع وأن المؤسسات الشرعية تنقض في حون الله الأصل في الأشياء هو تكامل الأدوار خاصة الأدوار والشرعيات المشروعها لنصلاة الدستور لأن نحن نتكلم عن جسم دولة هي جسم المجتمع جسم وممكن القلب يعتبر الناس كلاوي يقولوا لأن نكونوا قوية نضعف العينين لا يعتبر ملعبات المؤسسات الدولة سواء كانت مؤسسات حكومية أو غير حكومية لأن كنا نحن ومد دولة سواء كانت مؤسسات في المجتمع أو في الأجهزة العمومية هي مؤسسات تكامل الأدوار أول حاجة بعدها هو أن نخرج من من منطق ومن ثقافة ومن من طيار ومن هاجس ومن نزوع يكون تنازع الأدوار قوية الجمعيات سنضعف الأحزاب قوية الأحزاب سنضعف الجمعية قوية المجتمع المدني سنضعف المنتخبين قوية المنتخبين سنضعف السلطة المحلية السلطة المحلية والجوية سنضعف السلطة المركزية قوية المؤسسات المجتمع سنضعف المؤسسات الدولة قوين المؤسسات الحكومية سنضعف ومؤسسات أخرى خطأ جاسيم وبالعكس هو العطاب دينا العطاب دينا نحن هو أن المؤسسات تشكو من أعطاب داتية وكتشكو من أعطاب في التعاون دينا مع بعض البعض ذلك ليس لشي ضعيفة في داتيها ومن الرافعة دينا تقوية المؤسسات داتيا هو تقوية الأدوار ديناها وتقوية التفاعل دينا والأمور كتكامل كما الأجهزة دينا الجسم هذا المسألة الأولى المسألة الثانية كما قلت هو البيعة القانونية والتشريعية ضعيفة لا لدينا قوانين مثلا اليوم سيد من دور صحة ملزمة يدير دي مقراطية التشاركية وتشاور مع المجتمع وشرك المجتمع لا لديه قانون الذي يلزمه قال الدستور يلزمه في الفصل 12 و 13 يلزمه العمالة لا لديها العمالة هي ملزمة تدير دي مقراطية التشاركية وتدير التشاور نقول التشاور المنظم لماذا نقوله خصة تكون بنيات هذا المعطرة كنت تبدو لنا وخارج القانون وشكرا ندير معك قال جماعة الترابية للأسف شديد كيفية الإرادة الناخبة لان القانون كان القانون التنظيمية دي الجماعة الترابية تلزمهم ولا كيف فعلوش هذا وبالعكس يديروح التحيول يحاولوا الهيئة التشاورية الهيئة الداخلية الهيئة المساواة على مستوى الجماعة المحلية ومستوى مجالس العمالات الهيئات المساواة ودى الاقتصاد والشبه هي الداخلية المجلس بيوت خبرة داخلية يجب أن يصعوا بآلية أخرى كنص على القانون التي تنظم التواصل مع المجتمع المدني والعلاقات معه والديمقراطية التشاركية هذا جانب تورا المستوى الثالثة هو أن الجمعيات مازال لا الوعي ولا القدرات ضعيفة أنها تشارك في العام وبالتالي يجب أن نقوي الأدوار هو الدعم العمومي الدعم العمومي للجمعيات تموين المشاريع تموين المشاريع والأنشيطة الدعم العمومي يجب أن نعطي الفلوس للجمعيات وهو برامج تقوية قدرات الجمعيات وتكويل المستمر هو البنيات والجهيزات والآليات القانونية لأنه يستقبلني هذا الدعم العمومي يدعمني كجمعي يدعم الأدوار الذي يستقبلني والذي يتواصل معك هذه المسألة الأسف الشديد في مجالة معدودة وغائبة غير جامعة التورابية لعن السلطات العمومية غير واحد عبدالعلي مستور وقال بيوم يجب أن نجمعي معك المجتمعي المدني وليس طبيعي وليس طبيعي ولا يجب أن يدعم مستطيع أن يأخذ تم تقوية مجتمعين كذلك لا يجب أن يكون اريد الاعتماد وستيجب أن يكون كثيرا وفي حدث يتدعم ما مناتحب وما مناتحب وما مناتحب الآمومي ما مناتحب لأن اليوم إذا رأيت المنتخب على التقوية المجتمع المدنيين سنقولون بأنه يجب أن يكون لديهم إنتخابات جائعة وما إلى ذلك هذا سنطلع حفظ هذا هذه من المغالطات التي تطلق وأحيانا تطلق السلطة العمومية وأن ترتكب خطأ جاسين في حق المغربية والدولة المغربية والديمقراطية المغربية هو أننا نعتبر حرص المنتخب الشديد حرصه الشديد يجب أن يكون حرص الشديد واليومي 24 ساعة يجب أنه القوة على أقترف المجتمع والتواصل هذا هو الضوء وما فائدة الديمقراطية ما فائدة أن الشعب يصوت ولمجتمع يصوت هو إلذام المذبع بالعمومي أنه يبقى في تواصل المستمر مع المجتمع وفي تفاعل المستمر معهم وتجاوب معه وإلا الفائدة من الانتخابات إلا أن الانتخابات يتعني أن المنتخب مرحم للانتخابية يجب أن يحبس العلاقة مع المجتمع ويحبس التواصل ويحبس التفاعل وما يبقى بغي يكون حاضر لوسط الجمعيات ولوسط النقابات ولوسط الهيئة المهنية وما فايدة الانتخابات ونخليوا الإدارة الداري غير ملزم لأنه عينته الإدارة وكتحسب الإدارة وتابع الإدارة في حي المنتخب هو الشرعية ديالته المنتخب اللي صوت عليه والمنتخب اللي كحسبه والمنتخب اللي غير عادي يصوت عليه فبالعكس المنتخبين اللي ماشي بشكل مستمر ومكتف ومنظم يتواصلوا ويتعاونوا ويتفاعلوا مع المجتمع والقوان المجتمعية هم اللي ضعاف وما اللي مشكوك فيهم وما اللي موضوع شك وموضوع تساؤل العكس ما هو دورك كمنتخب رمضة القانون هو مؤثر بالقانون الحملة الانتخابية كنت ضمن القانون دورك كحزب رمضة القانون القوانية ضمن الأمور مثل أنه هل مسألة اللولة المنتخبين بالعكس عود المنتخب هو مش ضروري وهو يقترق تكوي기 قدرات الجمعية و شيirان أدوار تفاعل معاهم يتفاعلون أدوار الجماعة يفاهمون أو قدر الكثير المحلي ويثن أنهم كacts ن فيها و Limited وبالتفاعل والتشاور والحوار يعني هلES من han coaching فإيصا أدوار الجمعية للielك هادي هذا أدوار تكون كل ما نمينا ونظمنا وعززنا التواصل والحوار والتشاور رحنا نقوي قدرات المواطنين والجمعيات يفهموا ما هو الشئ العام والأليم المسألة أخرى هو برامج تكوينية تدعمها الجماعة وكتجيب لي دير تكوين وكينين تجيبهم هو أنها تدعم برامج جمعيات التكوين ما ندعمش على برامج الخدميات اللي نأوتني الجمعيات لو كيفهموا بأن الدور ديولهم هي الخدمات هو تمويل المشاريع لأن بشكل عام بشكل عام الأدوار اللي عرضت عليهم السلطة والمنتخبين هي الخدمات هو تمويل المشروع بشكل عام فدك شعلات الجمعيات اللي تأسوا في الألفية ومع المبادرة ترسخات في التقافة ديولهم الجمعوية أن الدور ديولهم يديروا الخدمات ويديروا الأنشيطة الممويلة لأن بشكل عامات اللي تتعرض عليهم دليلي على ذلك هو اليوم المبادرة انتقلت إلى أدوار أخرى وتوجهات للتشغيل وتمكين الاقتصادي النساء والصحة وكذا واحدة العدد ديول الجمعيات الآن اليوم محلية اللي عملياً راها تأسات ودربناها وترينات ولا نخصنش نضيعوها بما لها وما عليها بطبع حال الجمعيات بحال أي جهة رفي الصالح والطالح نحن نضيعوها لأننا لا السلطة العمومية ولا المنتخبين والجمعيات لا يمكننا التصور على علاقاتهم خارج تمويل المشروع فلا السلطة الآن تبادر بمشاريع ومبادارات التي تعبق فيها الجمعيات وتشركها لا يمكنك تمويل المشروع ممكن تلقوا مبادارات التطوعية تضامنية التحسيس والتوعية والتنشي التقافي والاجتماعي يعني التطوعي اللي كان نوفره للجمعيات اللوجيستيك فقط بغيت تدير ورش ديال السباغة غنطوك السباغة بغيت تنشي التقافي واسميته ممكن الجمعويين ممكن ندير واحد لعداد الأدوار ديالهم ليس يدروني تكتمون لهم فالأسف الشديد أنه أصلا بدأت طبيعة الطلاب العمومي قول بالجمعيات دخلهم في أعداد خلطوا ما بين الاستفادة الشخصية ما بين المصلحة العامة وخلطوا ما بين العمل المعجور اللي هي المشروعة يحتاج لـ أدو accountant وانا بين العمل الربحي اللي هي المشروعة وانا بين العمل الجمعوي اللي هي يسمية الجمع pikiez على المنظمات الغير الربحية غير الحكومي مليكوية ولئة ربحية ولاية شركة راطية گزينا اللي يخدمون للتباه و Won ajar حقوق �anz ما بين المجال الربحي والمجال غير الربحي ما بين العمل التطوعي والعمل المعجور في الطريقة بشتعامل الجمعية وبشتعاملت السلطة والمنتخبين مع الجمعية وكان خلطهما بالاقتصاد التضامني والاجتماعي اللي هو واحد النوع ديال التنظيم الاجتماعي اقتصادي ربحي ربحي يتجلى في التعاونيات والتنظيمات اللي أصلا هي تنظيمات مجتمعية للربح وما بالعمل الجمعوي اللي هو أصلا عمل تطوعي غير ربحي وغير مأجور ويبقاه كوي نعم أستاذ عبد العليم السور كسؤال الأخير رؤيتكم مستقبلية لما كانت المجتمع المدني بالمغرب سفة عامة ومدينة الضربية بسفتين خاصة لا هذا ما بقاش موضوع منازع دابا المجتمع المدني شاء في الدستور عمليا دابا المجتمع المدني جلال الملك أصرف على اتفاقيات توقعه مع المجتمع المدني جميع استراتيجية ديال الدولة بدون استثناء جميع البرامج الوطنية ديال الدولة والسياسات العامة والاستراتيجية سواء كانت لدخلها في اختصاص ديال جلال الملك رئيس دولة اختصاصة رئيس الحكومة اختصاصة القاتلة الحكومية تنص على ادوار المجتمع المدني والمجاركة معنى اليوم الدولة كتآمن بان المجتمع المدني شارك محواري هو فين كين الغرابة هو هذا اللي انتحطت كشارك محواري ما موفرس لي البيئة القانونية والتريعية والمؤسساتية ديال انك تفعل ذلك الادوار اللي انت تتقرر بها وجزء مننا مارسناك لكنها كنا تجاريب كثيرة ناجحة داروها الجمعية داروها السلطة العمومية داروها القطعات الحكومية دارها جلال الملك داروها المنتخبين كثيرة ولكن فين كين الغرابة لا تخصويت مأسس خصويت هيكل عوتني نفسي الجمعيات الجمعيات هم يدعون بينهم مهمين وبينهم أساسيين وبينهم شركة ولكن في الممارسة ديالهم يريد ان يرى الحيز التي تموين المشاريع هذه الغرابة تسألهم عليهم فإذا لم نطلق أما المبدأ سمنا فيه ثم كنا مسألة أخرى اليوم اليوم المغرب كدولة تقوي الحضور ديالها والموقع ديالها والأدوار ديالها كفائل إقليمي ولا جزء من التحديات اللي يمطروا عندها هو الحضور في المجال المجتمع المدني الدولي وهو الديبلوماسيات المجتمع المدني واليوم كان عرفوا بأن جميع المؤسسات في العالم سواء عند الأمم المتحدة أو القرية ديالاتحاد الأوروبي الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأمريكا اللاتينية أولى الخاصة مجموعة العشرين كل هذا المجتمع المدني طرف أساسي في إعدادها والنظيمها والتركات وأن المغرب اليوم يؤدي تماناً باعداً للغيار لأن المجتمع المدني غير لأنه لا يحضر لا يحضر لأنه لا أهنى لأنه يكون قوي دولياً لا يريد أن يشارك في الدار بيضاء ويشارك في الجهة ووطنياً كيف ستكون عنده القدرة يشارك دولياً ويشارك في أمم المتحدة لأنه تكون هناك سياسات عمومية تكون شأن عام دولي الذي لم يدربناه في شأن العام المحلي والشأن العام الجهوي والوطني كيف ستكون مؤهلي دافع المغرب؟ هذا اليوم جزء كبير من الصعوبات التي لدينا يعني أنه لم أهنى المجتمع المدني ودربناه وحررناه وقوناه أنه يتأهل ويشارك أيضاً تحل كنا نقول لك لدينا الإختصاصات كل الإختصاص هو المحلي كله هو الجهوي كله هو الوطني وكله هو الدولي هذا اليوم بالعكس نؤدي كلفة باهدة دعف إشراك المجتمع المجتمع تماماً باهدة هو ضعف التعبيق المجتمع المشكلة هي التقليصة ضعف المشاركة المجتمعية ضعف السند المجتمعي ضعف قيام المجتمع الكل يقول لك المواطنين يريدون واجباتهم يريدون حكومة كيف يريدون أن تفعلوا هذه التقافات يريدون أن تكون منظمة الجمعيات وماء أحد الأليات لا يتحدثون لنا في الإعلام وفي التربية بالعكس اليوم يمكن أن أدوا تمنباهد محلياً وجهوياً ووطنياً من ضعف التنمية من ضعف التعبيق أو ضعف المشاركة المجتمعية نتيجة عادم تمكين دينا القانوني والمؤسستي والتنظيمي والتقافي والترباوي ديال جمعيات المجتمع المدني وديال المشاركة ديالها في شاء الله أستاذ عبدالعلي مستور منسق برنامج منتدى الموطنة للأسف الحديث معك شيق والوقت ضيق إن شاء الله سيكون معك تواصل في حلقات قادمة بحولها شكراً لكم السيدة عبدالعلي مستور مرحباً مستمعين الكرام كشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة شكراً لكل من إبراهيب رقيق وأنور الواح في الإخراج علي فوقيش في التشوير هل تسمعي طاك حيكم على أن نتقل الأسبوع القادم في أمان الله